اعاد جلالة الملك عبدالله الثاني ليلة امس الى ارض الوطن بعد زيارة عمل شاملة الفاتيكان والنمسا وروسيا واجرى جلالته خلالها مبحثات مع قدسة البابا فرانسيس الاول في الفاتيكان حول اهمية الحوار والتعايش الديني والسبل تعزيزه كما عقد جلالته مناقشات حول ابرز المستجدات العربية والاقليمية مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين والنمساوي هاينز فيشر كشف وزير التربية والتعليم دكتور محمد ذيابات ان الوزارة افرغت من اعداد مسودة خطة اصلاح للتعليم والتي تشمل على ثلاثة محاور موضحا ان هذه المحاور تمثلت في العملية التعليمية وتطويرها والسياسات والادارة والحوكمة والبيئة المدرسية الى ذلك اعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق ان اليوم هو اخر موعد لاستقبال الطلبات والاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجه للدورة الصيفية المقبلة قال شهود عيان لرؤية ان شخصين اصيبا اثر اندلاع مشاجرة عشائرية ليلة امس في منطقة السحاب موضحين ان المشاجرة التي اندلعت بين عشرتين جرى فيها استخدام الاسلحة النارية ووفق شهود عيان فان مجموعة تنتمي لاحد طرفي المشاجرة اقدمت على الاعتداء على قسم الانعاش في مستشفى البشير وتكسير محتوياته حمل وزراء الخارجية العرب اسرائيل مسئولية تعثر مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية موجهين دعوة الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة بذل الجهود للعمل على استئنافها واشار وزراء الخارجية العرب عقب اجتماع طارئ لمجلس الجامعة الى ان اسرائيل رفضت الالتزام بمرجعيات عملية السلام واقرار مبدأ حل الدولتين باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الخط الرابع من حزيران عام 1967 وكذلك رفضت اطلاق صراح الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين اشتركوا في القناة